أطلة تشريعية لكنها لم تأتي بنجاح تشكيل الحكومة فلا زالت الدروس مستعصية على الكتل حينما تحولت المناهج الدراسية إلى مبادرات تشابهت واجتماعات يعتقد من يراها أنها مسنسخة الإطار التنسيقي يجتمع في منزل الطالباني مع الاتحاد الكردستاني لتأتي مخرجات الاجتماع مشابهة لغيره تحث على تشكيل الحكومة وإشراك مختلف المكونات والإسراع بكتابة برنامج حكومي لكن السؤال المطروح هل تتمكن تلك الاجتماعات من رسم ملامح حكومة عجزت جميع رسمها على مدار أشهر مضت خصوصا بغياب اللون الصدري لا يزال يراه وإن كان خارج مجلس النواب اليوم يعتبر عدم وجود التيار الصدري في الحكومة هو شيء مستجد على العملية السياسية الأمر الآخر كتلة أساسية في البيت الشيعي وكذلك في العملية السياسية بصورة عامة أيضا ثقلها الجماهيري ووزنها السياسي موجود نعم هي غابت عن السلطة لكنها لم تغيب عن العملية السياسية أيضا من باب اللياقة السياسية يعني اليوم من باب اللياقة السياسية يعني يكون هناك كتلة مهمة يتم الأخذ برأيها وأيضا لضمان استقرار هذه الحكومة ما بعد تشكيلها خاصة إذا تضمن البرنامج الحكومي فحوى نقاط رئيسية شملها البرنامج الإصلاحي للتيار الصدري وشخصية غير جدلية شخصية رئيس وزراء يتم اختيارها غيمة العطلة التشريعية ستنجلي لكنها تحمل خيارات عديدة على رأسها حل البرلمان في حال فشل الإطار التنسيقي بتشكيل الحكومة التي تدو خطوطها العريضة غائبة حتى اللحظة مع تعمق الانسداد السياسي وضغط الرأي العام ووجود معارضة قوية يحملها التيار الصدري خيار مرير على الكتل التي تنطوي أسفل صراع لم ينتهي لغاية الآن أغلب الكتل السياسية التي تطرح قضية حل البرلمان هي لدرماد في العيون وربما يعني يتغاضون عن قضية أن الانسداد السياسي لا زال لغاية الآن هو السائد في الإجواء السياسية على اعتبار هناك اختلاف في وجهات النظر على الآلية على شكل الحكومة وكذلك الموضي بتشكيلها وأيضا عدم وجود أي تقارب في وجهات النظر خلال المرحلة الحالية ثمانية أشهر ولا زال الحديد ذاته عن انفراجة سياسية فهو الديمقراطي الكردستاني يشير إلى أن المفاوضات الكردية وصلت إلى مراحل استبعدت فيها مرشح التسوية موريبا عن تطور الحوارات مع الاتحاد الوطني لكن تغريدة الصدر الأخيرة قد تجعل حلفاء الإطار في حرج علي أسد الرشيد